في هذا السؤال أوقت قيمة التكاملات الآتية هذه التكاملات ما نوعها؟ محدودة كيف عرفنا أنها محدودة؟ محدودة بأعداد فوق وتحت لو كانت غير محدودة نكامل ثم نضيف ثابت لكن إذا كانت محدودة نكامل ثم نعوض مرة بالإه بالبي ومر بالإه هذا مثال ما تكامل هذه بالقواعد؟ دالة نونية أسها واحد نضيف لها 1 تصبح 2 ونقسم على الأس الجديد 2 ثم الثلاثة الأكس هي تكامل الثلاثة لأن تكامل العدد الثابت يضرب في أكس مباشرة وحدود التكامل تبدأ من 1 إلى الثلاثة الآن مرة نعوض بالثلاثة ومرة نعوض بالواحد نعوض بالثلاثة ثلاثة تربيع على 2 زائد ثلاثة في ثلاثة بعدين نقول ناقص مرة نعوض بالواحد واحد في واحد بواحد على اثنين وهذه ثلاثة في واحد ثلاثة في ثلاثة بتسعة على اثنين وثلاثة في ثلاثة بتسعة ناقص نص زائد ثلاثة في واحد بثلاثة نوحد المقامات هنا المقام الموحد هو اثنين هذا مقامه كام 1 2 على 2 من 1 1 في 9 بتسعة وهذه 9 في 2 بـ 18 ناقص هذا المقام الموحد 2 مقامه 1 هنا مباشرة 1 في 1 بـ 1 و3 في 2 بـ 6 إذن الإجمالي هنا 27 على 2 والإجمالي هنا 7 على 2 بما أن المقام 1 إذن نستطيع أن نجمع البصد 27 ناقص 7 وتساوي 20 على 2 والناتج النهائي كام 10 المثال بي بنفس الطريقة نكامل نضيف للأس 1 كامل الأس هنا 1 إذا أضفنا لها 1 تصبح 2 ونقسم على 2 الثمانية على الثنين أصبحت أربعة بالمثلة هنا نضيفها للأس 1 تصبح 3 ونقسم على كام 3 قد تكتبها هكذا 2x تكعيب على 3 وقد تكتبها 2 على 3 x تكعيب الآن مرة نعوذ بالأربعة ومرة نعوذ بالصف عوذ بالأربعة أربعة في أربعة أربعة تربية وبعدين أربعة تكعيب ناقص عوذ بالصفر صفر في أي عدد بصفر وصفر في أي عدد بصفر إذن هذه ناتجها صفر نقل ناتج هذا الآن 4x4 16 16x4 64 ناقص 4x4 64x2 بمئة وثمانية وعشرين على ثلاثة الآن واحد المقامات المقام الموحد كام 3 نضرب مقص مباشرة 3x4 12 3x6 18 18 1 19 192 ناقص 3 على 3 من 1 1 في 128 بمئة و 128 نطرح الآن 2 ناقص 8 مع صرح تصبح 12 12 ناقص 8 4 وهذه أصبحت كم أصبحت 8 8 ناقص 2 6 وهذه 1 ناقص 1 صفر على ثلاثة إذن الناتج النهائي 64 على ثلاثة بالمثل في رقم C نكامل كتكاملات بالقواعد ما تكامل العدد الثابت نحن انتبه تحفظها 2 في X مباشرة من هو المتغير DY إذن 2Y زائد ما تكامل الY تربي الY أصها 1 إذن نضف لها 1 فتصبح Y تربي على 2 وعندي هنا 2 تصبح 2 2 2 4 ناقص ما تكامل Y تكعيب نضيف للأس 1 كم 3 لأن أس 2 لما نضيف 1 يصبح 3 ونقسم على الأس الجديد 3 بس وعندي في المقام كم 4 في 3 في 4 بكم 12 هل نقول زائد ثابت لا وإنما بحدود التكامل من سالب 2 إلى 4 الآن نعوض مرة بال4 ومرة بسالب 2 بحيث نعرف أن الناتج كم يساوي في الأخير 9 عوض بال4 2 في 4 8 وهنا 4 في 4 ب16 16 على الأربعة من أربعة ناقص 4 في 4 في 4 ب64 64 على 12 تكتب كما هي 64 على 12 نقول ناقص الآن نعوض بسالب 2 2 في سالب 2 بسالب 4 وهنا نعوض بسالب 2 سالب 2 في سالب 2 بموجب 4 4 على 4 بموجب 1 ناقص نعوض هنا بسالب 2 سالب 2 في سالب 2 في سالب 2 بسالب وبعد سالب في سالب هنا بموجب إذن 8 على 12 نجمع هذا فسيكون ناتج 12 وهذا يختصر على الأربعة فيه 16 وعلى الأربعة فيه 3 إذن 16 على 3 ناقص هذا سالب 4 وموجب 1 سالب 3 زائد هذا يختصر على الأربعة فيها الاثنين وعلى الأربعة فيها الثلاثة إذن 2 على 3 لو جئنا نوحد المقامات هنا 3 3 في 12 ب36 ناقص 16 ناقص لو جئنا نوحد المقامات هنا 3 3 في سالب 3 بسالب 9 زائد هذا مقامه 1 1 2 2 3 36 ناقص 16 20 20 20 على 3 سالب 9 وموجب 2 سالب 7 سالب في سالب بموجب 7 على 3 المقامه 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 نجمع البسط مع البسط ب27 27 27 على 3 بكم تساوي كم 9 هذا الناتج النهائي الذي أعطيه لك والناتج كم 9 هنا ضرب نبدأ نفك الأقواس كما تعلمنا أنه لا يوزع التكامل في الضرب وإنما نضرب ثم نوزع التكامل 3x في x تربيع ب3x تكعيب لأنه نضيف نجمع الأسس هذا أسس 1 وهذا أسس 2 يصبح 3 ناقص 3x في 1 ب3x الآن نستطيع أن نكامل هذا التكامل كيف نكامل هذا بنفس قواعد الدل النوني نضيف للأسس 1 يصبح 4 ونقسم على 4 وهذا أسس 1 نضيف له 1 يصبح 2 ونقسم على 2 ثم نكتب حجود التكامل من 1 لل2 الموجودة هنا الآن مرة نعوض بال2 ومرة نعوض بال1 فرض العوض بال2 2x2x2 4 مرات ب16 16x4 من 4 4x3 ب12 تعود نكتو جيد الناتج مباشرة ناقص هنا 2x2 ب4 4x3 ب12 12x2 12x2 من 6 بعد أن تقول ناقص وتعوض بال1 1x1x1 4 مرات ب1 1x3 ب3 3x4 ناقص عوض بال1 هنا 1x1 ب1 1x3 ب3 3x2 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 4x2 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 4x2